أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من دور التعليم برنامج كامتازيا ستوديو ضمن دبلوموت المونتاج في هذه المحاضرة راح نشرح الواجهة الجديدة لبرنامج كامتازيا ستوديو مع شرح لبعض الإضافات بشكل سريع إن شاء الله في المحاضرات القادمة راح نشرح الإضافات ونخوض بتفاصيلها الدقيق طبعا بعد ما نفتح برنامج كامتازيا ستوديو راح تطلع لنا هذه النافذة هذه النافذة مقسمة إلى الشريط العلوي وطبعا شريط الأدوات في الأعلى بالإضافة إلى قائمة الأدوات وصندوق الأدوات بالإضافة إلى صندوق العرض برفيو بوكس وطبعا أدوات التشغيل والتايم لايم اللي هو راح يكون صندوق تجميع الميديا طبعا واجهة بسيطة كواجهة أي برنامج مونتاج بل أبسط واجهة لبرامج المونتاج يتكون البرنامج من قوائم رئيسية على اليسار هذه القوائم بها إضافات عجيبة وجميلة جدا أول قائمة اللي هي قائمة الميديا طبعا من خلال قائمة ميديا نضيف الميديا كالصور والفيديوهات والنصوص والصوتيات وهكذا طبعا سهلة ممكن أن نروح على ميديا ونضغط على أمبورت ميديا ومن ثم نضيف الميديا اللي نحن نشوفها مناسبة وهكذا نجي إلى القائمة الثانية اللي هي قائمة الليبري طبعا قائمة الليبري عبارة عن مكتبة مكتبة ضخمة جدا ورائعة جدا في نفس الوقت ممكن أن نستفاد من عندها في أعمال إبداعية على هذا البرنامج طبعا مقسمة إلى أقسام هذه الأقسام بها أجزاء فرعية وممكن إن شاء الله راح تكون محاضرات على هذه القائمة أو على هذه المكتبة أول جزء اللي هو الآيكون طبعا مكتبة آيكونات عملاقة هذه المكتبة مقسمة إلى أقسام من ضمنها مثلا البلدينغ طبعا الآيكونات ذات دقة عالية جدا بإمكاننا أن نستخدمهن في الفيديوهات بالدقة العالية مثل ما تلاهظون مرسومة على هيئة فيكتور بحيث ما تتأثر عند تكبير الحجم وإن شاء الله راح نتعلم إن شاء الله نحرك هاي الآيكونات ونستفاد من عندهن في الموشن جرافك طبعا أدنى أقسام أخرى اللي هنه البزنز واليدوكيشن وطبعا السوشال ميديا والبيبل وترانسبيرت وهكذا مجموعة آيكونات عملاقة ممكن أن تكون وسيلة جيدة في توضيح الرسومات طبعا هذا فيما يخص الجزء الأول اللي هو الآيكون الجزء الثاني اللي هو جزء جميل جدا ومهم في أغلب الفيديوهات ممكن نستخدمها ألا وهو الإنترو الإنترو هي عبارة عن واجهات واجهات ممكن نبتدأ بها الفيديو هذه الواجهة تحتوي على مؤثرات حركية سريعة واحترافية في نفس الوقت ذات ألوان متميزة تلفت نظر من يشاهد الفيديو طبعا هنا مقسمة الإنتروهات هناك إنتروهات نصية هناك إنتروهات صورية ممكن نفتح جزء من هذه الإنتروهات هذا مثلا أحد الإنتروهات مثل ملاحظة هنا ألوان جذابة وحركات ملفتة جدا ممكن أن نغير هذه الإنترو يعني نحن لابعنا نضيف هذا الإنترو في تايم لايم نلاحظ أن هذا الإنترو عبارة عن ممكن يعني أن نفتح الجروب ونغير بكل جزء بكل قطعة من الإنترو وطبعا نقدر نغير بها الألوان والنصوص والحركات والصور إذا كان الإنترو يحتوي على صور طبعا إنتروهات جميلة موجودة داخل هذه المكتبة مثل هذا الإنترو عبارة عن قالب لكمبيوتر طبعا إنتروهات جميلة صراحة ممكن أن نستفاد من عدها في فيديوهاتنا كبداية ترويجية لهذا الفيديو طبعا عدنا جزء الثالث من العبارة اللي هو أو ما يسمى بالسي جي طبعا اللي هو الواجهات التعريفية بالأشخاص أو ببعض الأمور ممكن أن نضيف هذا السي جي للفيديو يعرفنا على الأشخاص طبعا يعتبر جزء مهم في الفيديوهات الخبرية أو في التقارير طبعا مؤثرات جميلة جدا وحركات رائعة ممكن أن نغير بهذه الحركات طبعا كل قطعة من هذه القطع ممكن أنه لما ننضيفها أيضا راح تضاف على شكل جروب بحيث نقدر نعدل بها الحركات والألوان والنصوص وفي كل شيء من أل سي جي الجزء الآخر اللي هو الموشين باي جراوند طبعا هنا مؤثرات أو خلفيات حركية جميلة جدا صراحة ممكن أنه هذه الحركات أو الخلفيات ممكن نستفاد من عدها في الفيديوهات ممكن ننضيف نصوص إلى هذه الخلفيات أو ممكن ننضيف فيديوهات أخرى ونضيف حركات وصور ونمزج بين الفيديوهات الموشن مع الحركات ونصنع موشن غرافيك رائع جدا ممكن أن يكون ترويج لشيء معين الجزء الآخر اللي هو موزيك تراك طبعا موزيك تراك طبعا هذه الموسيقى أو هذه المقطوعات الصوتية صراحة مقطوعات صوتية رائعة جدا والجميل في الموضوع أن هذه المقطوعات هي مقطوعات هادئة وفي نفس الوقت الأجمل هو أنها مفتوحة الحقوق يعني هذه المقطوعات ممكن أن نستخدمها بها الفيديوهات وأنها صراحية والحق في امتلاكها يعني مثل من نعرف أنه بعض المقطوعات الصوتية تكون لها حقوق لما نخليها بها الفيديو وننشر هذا الفيديو في اليوتيوب أو الفيسبوك نلاحظ أنه الفيسبوك أو اليوتيوب راح يحجب الصوت بسبب أنه عدم امتلاك الحقوق الشرعية لهذه المقطوعات الصوتية فلذلك راح يسببنا مشاكل هذه المقطوعات الموجودة في برنامج كامتازيا مقطوعات جميلة جدا وفي نفس الوقت مفتوحة المصدر طبعا مقطوعات جميلة ورائعة مثل تسلبون موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رائعة صراحة وممتعة ممكن أن ننضيفها بالفيديوهات تعطينا اضافة رائعة جدا وملفتة في الفيديو الاضافة الأخيرة أو الجزء الأخير اللي هو الأوترو طبعا عندنا انترو اللي هو يستخدم كمؤثرات تستخدم في البداية بداية الفيديو الأوترو مؤثرات تستخدم في نهاية الفيديو وتوجد عندنا نوعين من الأوترو طبعا ممكن نستخدمهم في نهاية الفيديو كخاتمة للفيديو طبعا نقدر مثل ما نوهنا انه نعدل على الألوان والحركات والنصوص وكل شيء في هذا الجزء بالاضافة الى هذه الأجزاء الموجودة نقدر طبعا ننضيف من المكتبة الموجودة على شبكة الانترنت الخاصة بموقع كامتازيا ستوديو وبالاضافة الى ذلك نقدر نضيف مكتبة جديدة من خلال انه ننشئ هذه المكتبة ونحملها نضيفها الى المكتبة الموجودة داخل البرنامج طبعا كل هاي الامور ان شاء الله راح نشرحها بالتفصيل الممل في محاضرات قادمة ان شاء الله طبعا الجزء الثالث اللي هو Annotation طبعا Annotation عبارة عن مجموعة ضخمة من الأشكال والاضافات اللي ممكن نزين بها الفيديو كمثلا عدنا هنا الاشكال هذه الاشكال ممكن ان نضيفها الى الفيديو طبعا هاي الاشكال نقدر نغير بها ونتعامل بكل بساطة ونقدر نتحكم بالخصائص الموجودة بها طبعا اكيد في المحاضرات القادمة راح نشرح خصائص هذه الاجزاء بالتفصيل ورح ناخذ امثل عملية تطبيقية عليها طبعا عدنا هنا مجموعة اجزاء هنا عدنا اشكال واسهم مثلا عدنا اشكال هندسية هنا مثلا عدنا التشويهات ممكن هاي التشويهات نضيفها للفيديو في المناطق اللي ما نرغب انه الناس تشاهدها وطبعا هنا عدنا اشكال رسومات توضيحية تخطيطية طبعا جميلة جدا هذه الرسومات هي رسومات متحركة يعني لما ننضيف هذا الرسم ونشوف انه نشاهد نلاحظ انه هذا الرسم التوضيحي هو عبارة عن رسم تخطيطي وطبعا مثل ما نشوف انه هذا الرسم التخطيطي هو عبارة عن شكل تخطيطي طبعا عدنا الاختصارات اللي ممكن نضيفها اثناء شرح البرامج او ممكن نضيفها كشكل عند الحاجة طبعا الجزء الاخر اللي هو transition transition يحتوي على مجموعة انتقالات ضخمة جدا وهذه المجموعة احترافية ممكن انه نستفاد من عدها في الانتقال من فيديو الى فيديو اخر او الانتقال من ميديا الى ميديا اخرى طبعا عدنا هنا جزء الجميل جدا اللي هو behaviors التأثيرات الحركية طبعا تأثيرات حركية جميلة جدا ومثل ما تلاحظون انه هذه التأثيرات ممكن نضيفها للنصوص والصور والفيديوهات وحتى الاشكال ونقدر نصنع motion traffic قوي جدا من خلال هذه الانتقالات واكيد راح تكون لنا وقفة كاملة على هذه التأثيرات وراح نصنع تطبيقات احترافية من خلال هذه الافكتات الجميلة طبعا الخيار الاخر اللي هو قائمة رائع جدا من قوائم البرنامج اللي هي قائمة animation طبعا animation اللي هي الحركات ممكن انه نضيف حركات مخصصة او حركات جاهزة ممكن نستخدمها من داخل البرنامج بالاضافة الى الحركات نقدر نستخدم تأثير زوم بن وطبعا نقدر نصنع افكتات جميلة جدا من خلال هذه الحركات وطبعا اكيد اكيد مثل ما نوهنا انه راح تكون النوقف خاصة بالحركات وراح نشرح هاي الامور بالتفصيل الممل الممل ان شاء الله قائمة اخرى جميلة جدا اللي هي قائمة cursor افكت اللي هي تأثيرات الماوس طبعا عندما نشرح او عندما نسجل الشاشة راح يظهر الماوس بالفيديو طبعا نقدر نتحكم بالماوس نضيف له ممكن تأثيرات جميلة هاي التأثيرات تلفت نظر المشاهد حتى يندل الماوس بأي مكان من الفيديو عدنا خيارات اخرى مثلا عدنا خيار اللي هو الكوبشن طبعا الكوبشن ممكن انه نستخدمه في اضافة الترجمات يعني ممكن انه نضيف ترجمة ل الفيديو ممكن انه نضيف ترجمة لمقطع معين ونترجم الفيديو عبارة عن تايتل صغير كترجمة الافلام طبعا نضغط على خيار مور اكو عدنا قوام اخرى مخفية بسبب انه قلة حجم الشاشة مثل قائمة الفويز طبعا الفويز نقدر من خلاله نسجل الصوت ونضيف هذا الصوت الى الفيديوهات ونتعامل اياه كصوت جديد ونقدر طبعا نضيف للمؤثرات من خلال قائمة الاوديو افكت طبعا نقدر نحذف النويز التشويش او الظوضاء ونقدر طبعا نضيف فايد اين وفايد اوت ونعل الصوت ونتحكم بسرعة الصوت بالاضافة لذلك عدنا مجموعة ضخمة جدا قائمة الاجول افكت طبعا قائمة جميلة جدا ممكن نضيف دروب شادو للفيديو يعني ظل بوردر اطار ممكن نتحكم بكلورايز نتحكم بالالوان ممكن نحذف لون معين من خلال اداة الكروم وهكذا نضيف فريمات او ممكن نصنع فيديوهات تفاعلية او نضيف سرعة للفيديو ونتحكم بالسرعة من خلال امرك تلبس بيدي طبعا بالاضافة الى موضوع او قائمة الانتراكتيفتي طبعا الانتراكتيفتي نقدر نضيف اسئلة هذه الاسئلة تكون تفاعلية وطبعا ممكن ان تكون بفئات معينة يعني ممكن نختار انواع لهذه الاسئلة وممكن ان تكون اختيارات ممكن ان تكون صحيح وخطأ ممكن ان نسأل المشاهد سؤال معين اثناء الفيديو هتنعرف اجابته طبعا هاي كلها رح نشرحها بالتفصيل في الفيديوهات القادمة طبعا هذه وقفة سريعة مع واجهة البرنامج وان شاء الله رح نشرح هاي الامور بالتفصيل في الفيديوهات القادمة ورح تكون مليئة جدا بالتطبيقات العملية والفعلية وحتما رح تكون مشوقة قادمة بإذنه تعالى